اجراءات عدة اتخذتها الدولة المصرية للتخفيف عن المواطن وضمان توفير حياة كريمة لكافة قطعات الشعب تضمنت زيادة العلاوات والحافز الاضافية مع توافر السلع للمواطنين بشكل مستمر في ظل الازمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي اتخذت الدولة المصرية بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة اجراءات فورية لتخفيف اثار التداعيات السلبية للازمة على المواطن المصري الاجراءات الحماية العاجلة التي قررها مجلس الوزراء تضمنت زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليكون تنفيذها اعتبارا من اول ابريل 2022 بدلا من الاول من يوليو 2022 مجلس الوزراء قر أيضا زيادة العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح 8% من الاجر الوظيفي بدلا من 7% وبحد ادنى 100 جنيه شهريا القرارات شملت زيادة العلاوات الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح 15% من الاجر الاساسي بدلا من 13% وقرر المجلس زيادة شهرية للحافز الاضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارا من ابريل وتتحمل الدولة في سبيل تطبيق تلك القرارات الحمائية تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولغير المخاطبين به بالاضافة الى التبكير بصرف الحافز الاضافي بقيمة 86 مليار جنيه قرارات مجلس الوزراء تأتي بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بالعمل على ضمان توفر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة وذلك في اطار مسندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعية الازمة العالمية الحالية